نحن ما عملنا شيء نحن قصدين الله نحن بدأ نعيش مثل ما العالم بدأ تعيش ما نطلب شيء غير اننا نعيش مثل ما العالم بدأ تعيش ليش بدنا نموت نحن وغيرنا يعيش شو عملنا له هي صرخة يتشارك بها الرجل مع ملايين السوريين لاجئين خارج حدود الوطن ومحاصرين بنيران الاسد والميليشيات المقاتلة الى جانبه على بعد كيلومترات من مضايا المحاصرة اعتصام حاشد عند نقطة المصنع الحدودية بدعوة من هيئة علماء المسلمين وجمعية لايف صور ضحايا الجوع اطفالا وشيوخا وارغفة خبز محروم منها الكثير من ابرياء سوريا شو بدي قول؟ معقول له انه انا بأكل وبسراب وانتوا ناية انتوا مرطايلين للطعام والسراب بقول كل شيء فيه اقل الله عليه انا بقول لأولاد مضايا بقول لكل اولاد سورية ولكل طفل في العالم وفي التظاهر كلمات لعدد من المشاركين حملت ايدانا للاسد ومن معه وطلبت برفع الحصار الظالم عن الابرياء جنوبا وبتوجيهات من مفتي صيدة واقضيتها الشيخ سليم سوسان تم جمع التبرعات من عدد من مساجد المدينة لاغافة اطفال ونساء وشيوخ بلدة مضايا السورية المحاصرة والذين يموتون جوعا وتنديدا بسياسة الحصار والتجويع التي يعاني منها سكان مضايا احتشد عدد من المواطنين بدعوة من الجماعة الاسلامية امام مركز الصليب الاحمر في سبيرز حيث تم تسليم رسالة تطالب بادخال المساعدات فورا الى المحاصرين وامام مبنى الامم المتحدة الاسكوا اعتصام لشباب التقدمي الاشتراكي رفضا لما يعانيه سكان مضايا وقد اكد المعتصمون ان الحل في سوريا يكون برحيل بشار الاسد هي فرخة واحدة من مختلف مناطق لبنان الذي كان ابنائه يوما ضيوفا على الابرياء المحاصرين لا لسياسة التجويع ولا لانتصار سلاح الحصار على البطون الجائعة شعرات اكد عليها المشاركون في هذا التحرك والذين جاءوا يتضمنون مع ابرياء يحرمهم الجلاد من لقمة الحياة من نقطة المصنع الحدودية شرب العبود تلفزيون مستقبل